لسه عندنا بوستات مهمة واهتمام العالم بتاريخنا واثارنا مصر وتاريخها واثارها محط اهتمام العالم كله بكل لغاته وثقافاته وبالتحديد مقبرة توت عن خامون اللي بتعتبر واحدة من اهم الاكتشافات ومن هنا قرر مزارع بريطاني انه يحتفل بالذكرى المئوية لاكتشاف المقبرة بطريقته الخاصة وقرر زي ما احنا شايفين في الصورة انه ينحط صورة دخمة للملك توت عن خامون في حقل كبير جدا من الدرة وده في شمال انجلترا والرسمة هي معانا كانت على مساحة محساحة وصلت لأكتر من ستين ألف متر مربع ومصار القدرة في متاهة وصلت لخمسة كيلو متر وده طبعا خليها تقريبا أكبر متاهة في أوروبا وواحدة من أكبر متاهات في العالم قد ايه حلوة ورائعة وبنفتخر جدا بيها وبأسارنا المصرية وانها هتكون محط اهتمام العالم كله يا إيمان الحقيقة انت خبتي بالك يا مونة انه هو كمان لبس لبس فرعوني لبس توت عن خامون وهو بيحتفل انه هو خلص اللوحة الجميلة اللي هو عملها ده أنا مش تخيلها بالطيارة من فوق بشكلها يجنن انت كده شغف وحالة شغف وهوس بالحضارة والثقافة المصرية على مر الزمن واللبس فعلا زي ما بتقول يشاؤه اللبس الفرعوني فرحون حس انه هو فعلا عمل انجاز على فكرة يعني اللي هو عامله قد كده صعب في تنفيذه خد اكيد وقته مجهود كبير هو مش بيشتغل بحجر ولا بأدوات ولا بأشياء ده زرع يعني نبات يعني كائن حي بيجسد بيه صورة توت عن خامون ده اندال على شيء بدول على انه ده محفور جواه قبل ما يكون هو نفذه على الارض تشوفي بقى اكتشفوها 1922 وعلى مدى قرن لسه الناس بتحتفل بيها يعني اثارنا العظيمة في كل مكان بيعشقها العالم ياريت احنا نقرأ عن الحاجات دي ونخلي ولادنا كمان يتعلموا يقرأ عن الاثار المصرية وقد ايه رائع وقد ايه العالم بيحترمنا وبييعشق اثارنا المصرية عن الحضارة والثقافة المصرية انت فاكر يا مونة يوم حفل المميوات العالم كله كان بيتابع الحفلة بن بهار هم صحيح منبهرين من قبل كده والدليل على كده لما كنت سافر برا لأي سبب ازور حد من اصحابي سواء المانيا بقى فرنسا انجلترا في امريكا هم بتدخلي عليهم بحاجتين يحبوكي قوي عيش بلدي من بتاعنا عيش بتاع الفرن ده واي حاجة ليه علاقة بالحضارة الفرعونية هرم زغنة ده مسلات مش عارفة ايه مفتاح الحياة بيهشقوا مفتاح الحياة وعارفين وقاريين قصته يعني انا بداي لما لايقين صغيرة اطفال صغيرين مش عارفين قصة يعني ايه مفتاح الحياة ولا يعني ايه الهرم ولا يعني ايه ده يلا نوديه اولادنا المتحف الجديد كمان ونتعرف على كل حالة رايح ليه ولا بيشتغل ايه انت سفير باعتبارك مصري سفير للحضارة المصرية الجميلة انا فرحت قوي لما كنت في احدى الزيارات لدبي وفيه هناك حاجة اسمع القرية العالمية متقسمة اجناحة جناح الايراني جناح التوركي جناح كان فيه جناح مصري قائم عليه دكتور ابراهيم جابر سن جميل عامل نموذج مصغر ليه المتحف المصري بموم يا توت عن خامون بالقصة ايه بالرحلة كانت ازاي الله بتحزق وكله معمول بدقة شديدة وشباب مصريين خرجين سياحة وفنادق من مصر وقفين مع الناس بيشرحوا لهم الحضارة المصرية كانت من اول فان لفان وكتعاملة ازاي حاجة جميلة جدا وكان عليه اقبال تاريخي الحقيقة طول الوقت طبعا فده جميل جدا جدا